تعاني ولاية كاليفورنيا الأمريكية من خطر يتمثل بغزوها من ألاف الفئران النهرية أو ما تعرف باسم الكيب والتي يمكن أن تتسبب بخسائر مادية كبيرة للولاية هجوم الفئران المائية بدأ في مقاطعة ستانس لاويس بولاية كاليفورنيا بعدما تم العثور على عدد منها وكانت المفاجأة بالحجم الكبير لهذه القوارض حيث وصل طول أحدها إلى 76 سنتيمترا وبذيل طوله نحو 30 سنتيمترا أما وزنه فقد وصل إلى 9 كيلو جرام تقريبا يذكر بأن الولاية كانت قد رصدت عددا من هذه الفئران في 2017 وصل عددها إلى حوالي 20 فأرا إلا أن الخطورة تكمن في أن هذه الفئران يمكنها إنجاب 200 قارض كل عام